السلام عليكم نستطيع البيضاء مع كأس سكر ثاني مع شوية الفانيلا مع شوية ملحة مع واحد القطراء الخل وغادي نحك على شوية الليمون غادي نمزجهم مزيان حتى يطلعون يما بعضياتهم اه احدا نديل كأس ديال الزيت الكأس قلة ربع بالعبار ديال العنبة ديال العنبة تماما وعندي هنا واحد كأس ديال الليمون ولكن غادي نزيد الكأس ثاني نزيد العناصر الليمون غادي نقول لكم عندي بيضاء مع كأس ديال سكر سانيضاء مع قليل من الفانيلا مع شوية ديال الملحة واحد القطيرة ديال الخل غادي نخلطهم هنا مزيانتين ضعف الحجم ديالهم نزيد عليهم مقادير اخرى صراحة كيك كتجي عائلية وكتجي غزالة بزف بزف وزوينة واقتصادية الاقصى درجة يعني ببيضاء واحدة فقط ونستغلوا من ضالين ده لانه ما شاء الله تمن دياله مناسب جدا ونستفدوا من المزايا دياله لانه صراحة مفيد لدات بزف وكيتكون من الفيتامين سي ميبنت هنا غادي نحك القشرة ديال المانضالين عارفين بيئنا القشرة ديال المانضالين ديال كتكون بنينا وكتكون زوينة ومن اللي كنحكوها كتلقين واحد الماء بحل شكل ديال لاغوم يعني لاغوم ديال ليمون طبيعي جدا ميبنت هنا غادي نزيد هدك الكاس ديال الزيت دريجيا والكاس ديال المانضالين وغادي نزيد كاس واحد اخر ديال المانضالين وغادي نزيد كاس ديال المانضالين يعني انا دريجج كيثان ديال المانضالين الابنت وهنا غادي نزيد الزيت مو بالخلاط الكهربائي واليدوي كي يبقى ليكو باختياري انا كتشوفوني بزف كنخدم بالخلاط اليدوي بعد المراش كنخدم بالخلاط الكهربائي يعني لحسب الموجود عندكم على كي كتجيب اي حاجة حنا كنا في الناس اللي كانوا الناس بكري ما نكبرش انا راتب اللي كانوا كيدراغي بالمعلقة وكيستفطوا الفرن دي تزنقها ورا كتجي ما شاء الله يعني كانوا كيقولها كيكت المعلقة ما كان لها تطراب لها شي كامل ما كانش نهائيا غيدة بالأي مشغولة تكتطور سوف هنا بالنسبة للعناصير مزيان ما بعدياتهم بالنسبة الدقيق اللي يقع على حسب الخالط لحسب النوعية لان النوعية كتختلف انا بالنسبة لي كتختلف نيسي عندي النوعية ان كل مرة كنا نخد دقيق اللي كيكون غير خاص بالحلويات فقط ما عنديش شي يعني شي ماركة دي الدقيق اللي كنكون متعلقة بها وخصوصا الماركة دي الدقيق اللي كتكون زوينة 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 بزافة هي اللي اتقان صراحة لكتفع راحتي وما كتشربش بزاف وزوينة حتى كتبقى ما شاء الله كتبقى واحد نمو دل انه مشي مدك النوع اللي كيشرب بزاف وما يبنات هنا دا القاوم اللي حصلت عليه ودا غنخلي واحد شوية العناصير سنسجن مع بعضياتها بعد مادرة المول دهنتوا بالزبدة ورشيتوا بطقيق ضروري العمية كنديلة هي اللولا عاد كندوز نخلط الخالد صالح البنات هذا المول زوينة عائلي وحتف لي ككرا كيجين منظر وستعملوا اي مول كتر تعفين ماشي ضروري يكون عندكم بالضبط هذا المول سوف يندخلات بعض الفراء اللي سخنتوا مقبل وعافية مهيلة بزاف بزاف وغنستغلوا الوقت باش ندوز نصب واحد اللي بنات المقادير اللي بنات المقادير لدينا واحد الليمونة كأس سكر سنيدة كأس زيت جمع القديم العسل واحد البيضاء واحد القبيصة الملحة واحد الخمارة وشوية الفانيلا مهم صراحة كيجيزوين بزاف اقتصادي واحد الكيمية لما شاء الله نحتافظوا بها هنا اللي بنات ضربت البيضاء وضربت شوية الفانيلا وضربت الملحة وضربت السكر سنيدة نمزجهم جيدا ضربت الحجم بشوية دوب لياه سنيدة خصوصا مليك تكون سنيدة رغيب الخلط لياه دوية اللي بنات قادي الغرض بلادسة شي حاجة سوف نضرب الزيت بشوية بشوية تدريجيا حتى انه ينسى جمليا وكن زيت بحلقة بشوية بشوية تدريجيا ودرت لبنات قطيرة ديال الخلي اللي كنت ننسيتها علش كنديره قطيرة ديال الخلي في كيك تساعدنا كيفما كتليكم في المعجنة حتى الخبز ديال الضار وكذلك الليمون 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 المانضالين كنحك القشرة دياله لا بده من استفدو من هاد الايامات لا بده من استغله سوف نحك القشرة دياله لانه هو مع السشي ديال الفانيلا كيعطي واحد نسمة رائعة كيدير بناتهم واحد الخليط اللي كيجي صراحة اكتر من رائع وكيجي زوين موي بنات هنا كان عبر بالكأس ديال العنبه بالنسبة للضاقيق خصوصا لبنات اللي معنومش الميزان يعني درت الكأس اللول ودرت واحد جوج خمارات انا كان عبر بالمعلقة دياله أو قهوة لانني دائما كنقول لكم عندي الخميرة ديال العبار كتمنت انتم متكون وكتشريوها رازوينة واقتصادية وكتنساور الخميرة نهائيا اللي ما عنداش لبنات دير جوصة شيات من فئة ثمانية جرام فكل كيس صافي هنا قدرت الكأس تاليتي ديال الدقيق غنمزج العناصير مزيان راكي فمكتلكم مقادير بسيطة وبيضة واحدة ولكن راكي خرجينا واحد الكيمية ما شاء الله وبنسبة حل كنخببوه الوليدات اي مات المدراسة وعارفين بان العطلة هادي كيجي وعدنا الناس كاقتراح بسيط للقوتي صافي لين بنات غر جمع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة yi اشتركوا في القناة ويشتركوا في القناة اريكا دون كيجي اشتركوا في القناة بيضة صفر قاعدة اختبار اضع البنة hi اشتركوا في القناة 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 كنتمنا من الفيديوهات يكونوا كينا نعجب ديالكم كيف نحن نعود نقول شكرا اللي بنت بزاف بزاف اللي كانوا كيسولوا فيا للي خطيكم عليا للي خطيكم عليا على تعاليخكم اللي اكيد زوينا بحالكم للي خطيكم شكرا لكم بزاف بدفهم بزاف او تغليل ما يجب نعوش في الغم وغادي نحط زية غير احنا نعطي الغم وعدم ان نحطителей والضياء ہو بي كين نحط الغم وغادي نحطها لقسم للي مشكلف على راسي وغادي نحاول اني نجبد كل الشي اللي عندي باش انا نصور ذك الشي اللي قدرني عليه الله قدي نحطه باش بحالة كأنه نكونوا بوسطة ونتعملوا بدك الشي اللي قدرني عليه الله نهارنا بغي نصور خاصة ننطيب لكم جاجة باش نصور او نطيب واحد الكيلو دي الحم باش نصور نشارك معكم نهاري وخانكم نطيب فيه غير جنو جنيح ديال جاجة فقط انا مشي من الانسان اللي غادي نتكبروا خاصة ننصور شي عاجة لماشي في الاستطاعة ديالي المهم اللي بنات كيف ما قلت لكم غا نقض بيلا ديالي ان شاء الله ونرجع معكم باش نشوفوا الشكل نهائي دياله والشكل ديال نهائي ديال المائدة ديالنا حبيباتين تمنى انها تعجبكم ويتنال اعجاب ديالكم ما تتساوني يجبلي لايك والفيديو قادم ان شاء الله خليتكم على خير وخليتلكم راحة بوسا كبيرة